السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم روسل جوري وحلقة اليوم بانتحجة عن شرح طريقة استخدام النتفليكس زوء التعريف شنو هو النتفليكس فتابعونا مثل ما كلكم تعرفون شركة النتفليكس الشهيرة في عرض المسلسلات والأفلام أعلنت في الآمنة الأخيرة عن توسعتها في الأسواق لتشمل الشرق الأوسط ومن بينها دول الخليج والحلقة في الموضوع صار أنه بإمكانكم أنكم تتابعون المسلسلات والأفلام اللي تحبونها بكل سهولة مع الترجمة عن طريق النتفليكس كل اللي يتطلب في الموضوع أنكم تشتركون في موقع النتفليكس طبعا قيمة الاشتراك تحدد على حسب العرض اللي أنتم تحددونه من الباكيجات المتوافرة واللي راح نشرحها لكم بالتفصيل وتابعوا الشرح معنا ناس ما تشوفون جداكم هاي موقع النتفليكس وكهوة www.netflix.com وبعد ناس ما تشوفون هني اللي هو بي اتش هاي على أساس الـ IP address مالدير تكن أفسا يعني مثلا تلاحكت فيه كويت بيكون على كويت وإذا كنت فيك السعودية بعد بيكون على أساس السعودية سي اي او وتقبر شنو بيكون اللي هو الاختصار مالديراتكم فحين ناس ما تشوفون الموقع جداكم باللغة الإنجليزية لو تابعوا نتحول اللغة العربية تنزون تحت وبتشوفون الخيار أن تقدون تغيرون اللغة إلى اللغة العربية المهم ناس ما تشوفون حين تغيرت الصفحة للغة العربية بيكون أسهل لنا حق التسجيل وكل شيء فناس ما تشوفون هكذا تقدون تستجلون هكذا لمدة شهر عندنا البلاش بيكون فهي شيء وايد حلو وبيكون مجاني لمدة شهر كامل فخندش نشوف شنو في الصفحة اللي بتي وناس ما تشوفون هاي الصفحة الثانية هاي الصفحة خاصة حق الباقات أو ناس ما نقول لحنا الباكيجات فمن هنا تقدر تختار الخطة اللي تناس بكينت فها في ثات خطات الخطة الأساسية اللي هي ب7 دولار 99 سن الباقة الأساسية ما بدقة تستخدم الـ HD ولا بدقة تستخدم الـ Ultra HD عدد الشاشات التي يمكن مشاهدة عليها في آن واحد فعلى الأساسي أنت ما بدقة تستخدم إلا جهاز واحد واللي تحت هني إنه في كل أجهزة موجود برنامج النت فلكس تقدر تستخدم عليها وناس ما تشوفون هني كل أفلام والعوض متاحة لك وناس ما تشوفون هني قم بإلغاء في أي وقت القصد من هالشي يا جماعة إنه ترى يوم تشترك في مواقع النت فلكس بيكون استقطاع شهري على بطاقتك يعني شهريا بيسحبون من بطاقتك المبلغ اللي هو ناس ما نقول يمكن إحنا استخدمنا 7 دولار 99 سنت فبيسحبون منك شهريا فنت فلكس تقول لك إنك عالية تقطع في أي وقت تاب بيينت وفي الأخير ناس ما تشوفون الشهر الأول مجاني حق الكل أما الثاني اللي هو القياسي اللي بسعر 9 دولار و99 ناس ما نقول هو 10 دولار فبيكون بثاثة دينار 700 فلس ففي القياسي بيكون في HD بس ما بيكون في Ultra HD والخيارات كلها بتكون أستشي اللهم إنك بديك تستخدم جهازين وقت واحد واللي يعمل بيكون هو المميز اللي بيكون 11 دولار 99 سنت عبارة 12 دولار اللي هو 4 دينار تقريبا وبيكون HD أو Ultra HD وبتقدر تشغل أربعة جهزة في وقت واحد فهاي بشكل عام هو الباقات الموجودة حق النت فلكس فخاني نختار الباقة اللي إحنا نبيها أنا بالنفسي بختار الباقة القياسية هي بالنسبة لي بيكون أحسن لأن أنا بستخدمها على التليفون وعلى الكمبيوتر وعلى الستيشن فهنا HD بالنسبة لي انوف يعني فخاني نختار أكثر هوا قياسية وعقب بنطق متابعة وبنشوف شنو الصفحة اللي بتينا بعد هاي الشي وناس ما تشوفون جدامكم هاي الصفحة حق التسجيل الدخول وصراحة في شيء وايد عجبني في الموقع اللي هو ناس ما تكتبونه هنا تاعت نحن أيضا نكره هالعمال المكتبية عنوان الباية إلكترونية هو نحط الإيميل مالنا اختيار كاملة المرور من 4 إلى 50 حرف فانت تختار كيفك لاحرف ما على الرقام احنا كتابنا هو الباستوود الخاص فينا وناس ما تشوفون تحت هني المربع الموجود من فضلك لا ترسل لي عروض النتفلكش الخاصة بالباية إلكترونية هو ناس ما تقول العروض معروضي لأقرة فأنا أرادي هسوار فما أحبها فبحط الخيار انما يطرشون لي الإيميلات وبس ونضغط على التسجيل ونشوف الصفحة اللي بعدها والمستر كارد والفيزا وماس ما تشوفون اللي تحته اللي هو الباي بال فلا نبدأ لهم لاشوف شون هو داخل البطاقات الإيمان نั้ ما تشوفون كدامكم هل اسم يحتاجون لسم العايلة رقم البطاقة وتاريخ اللي هو الكود من البطاقة ورمز الامون اللي يكون واخ Aunty والشرط تحطون هنا هنا وخلص دعنا ننتقل ونقلش لهم فالباي بال Slackci فالباي بال هنا أنك تطيقة اللي يتzing على الصفحة وتنتـغل حق صفحة البي Бال اذا انت كنت مسجل في موقع البيبال بيطلالك دورك تحط الإيميل والباسورد مالك الخاص وباس وتتجه حق الصفحة الخاصة اللي تقدر تشفى فيها عن طريق البيبال فخلونا احنا على اساس اننا بنختار اللي هو باس تهرم بطاقتي هنا اللي هي الفيزا فنسما تقول نحط الاسم اسم العائلة هني موجود ونحط رقم البطاقة ونحط البيانات اللي يحتاجونها ونطق بدء العضوية وهي الصفحة الثانية ان نتفلكس ترحب فيك واننا سحبوا فلوسك وانحنا فلاسنا بسبباتهم يحطونا لك بعض المعلومات ويحطونا لك هني وقت انتهى عضويتك فمعلنا خلنا ننتجه حق الخطوة الثانية ونضغط متابعة ونروح حق الصفحة اللي يقبها وهي الصفحة بتكون انها شن الجهاز اللي انت بتختاره باللي بتشوف به من خلاله النتفلكس عندنا احنا بنشوف البيسي وانا قتبع بختار الفليستيشن وعقبها بنختار اللي هو الهاتف والتابلت هاي الاشياء اللي انا بستخدمهم وانطيق متابعة في هاي الصفحة تقدون تضيفون مستخدمين يقدون يستخدمون النتفلكس الخاص فيك ومنتاو لان كل يوزر انت بتضيفه بيقدر انه يحط المفضل الخاصة فيه اللي هو الفيوريت الافلام الخاصة فيه شنو اخر فيلم تشافه فاتيدي عشان ما يصير انه تعرف انه مثلا اخوك يجدش الاحساب الخاص فيك وتشوف مسلسلات اخوك ولا افلام اخوك فاتيدي انه صارنا تقدر تافصل كل الحساب بروحه وانطيق متابعة وفي هاي الصفحة فيه ميزة عجباتني في النتفلكس هو انه حق الاشخاص اللي اقل من 12 سنة اللي هما الاطفال نقدر نختار اي واحد من الاشخاص اللي حطناهم مثلا يمكنها يكون ولدي فاقدر احط له مثلا صح عشان يكون هو من فئة الاطفال فبيصير المحتوى الخاص فيه محتوى للاطفال فقط وانطيق متابعة ونشوف شنو بينا عقب هاي الصفحة في هاي الصفحة نتفلكس تعطينا الخيار ان نختار ثلاث عنوين او اكثر حق الامور اللي احنا نحبها مثلا لو انا احب الانيمي او انا احب المسلسلات او افلام الرعب فانا بختار الاسوام من معينة فنتفلكس بتعطيني مثلا على الشي اللي انا احبه بتحطه في المفضلة لي انا فانطيق متابعة ونشوف شنو الصفحة لعقب وناس ما تلاحظون جدامكم ان نتفلكس قاعد تشوف شنو الاشياء اللي تهمني ناس ما قلت لكم قابل مثلا لو انا اخترت انيمي واخترت افلام رعب فنتفلكس تشوف لي الاشياء اللي تهمني انا كراشد واللي يعتقدون ان هاي الاشياء اللي انا تعجبني فهاي يعتبر ميزة وايد حلوة انا اعجبتني وناس ما تشوفون جدامكم هاي الوزرات اللي انا سويتها فانا بختار اللي هو راشد وبنشوف شنو بيطلع لي وناس ما تشوفون جدامكم الاقسام ناس ما نشوف جدامنا اللي هو اكثر مشاهدة على نتفلكس وافضل اختيارات اللي هو راشد ناس ممتابعة ساخنها لاتحت شايت تكلمت عنها وناس ما تشركون جداكم عروضة tv المشوقة و كحالك نتشرفون مثلا هي المسلسلات الكوميدية أفلام الكوميدية أقسم عافية و وتحالك و بعد قسم خاصة عن جواز الاوسكار الأفلام اللي حوازت جواز الاوسكار هاي ناس ما تشرفون جداكم ف Han polar نتشرفون جداكم النت مالي عافية جدا خفف و نااس ما تشرفون ت organized هاي البار اللي موجود تحت noi مثلا النس الخيار اللي هو مثلا يقول لك هو الموسم الأول وتقدر تختار الحلقات فيه والآيكون اللي يام الثاني بيعتبر خاص حق السبتايتل الناس ما تقول تشوفون تقدرون الصوت المعاين مثلا في بعض الأفلام بتكون باللغة العربية وبعضها باللغة الإنجليزية والترجمة ناس ما تقولون جداكم في كوري في صيني في إنجليزي في يعني بعض في لغات بعد غير اللغة العربية يعني فهاي بعد يعتبر شيء وايد حلو في شيء وايد عجبني في النتفلكس يعني إذا ضغط على حجة يعني الفيديو تقدر تشوف البيانات الخاصة في الفيديو اللي انت بتشوفها مثلا القصة العمر اللي يسمح لتشوف الفيلم أو المسلسل نفسه من في البطولة الريت مولة السنة صناعة الفيلم أو المسلسل وشنو نوعية المسلسل هاله هو أكشن كوميدي إلى آخره من هالأمور وغيرها من الأمور أنت تكتشفوها يعني أمور يعني تعافي تفاصيل عن المسلسل تقدر تشوفون الحلقات تقدر تشوفون وايد ديتل موجود في الموقع أو حق الحلقة نفسها أنت تتذكرون مساعة في الحساب أن خليت خالد هو حسابك يا طفل ونضغط على كونت خالد وتبطل لنا صفحة خاصة حق برامج الأطفال كلها فهي عشان يحمي طفلك من مشاهد المخلل الأدوب والأشياء اللي نسمع تقلون فوق الثمانة عشر سنة وفي النهاية عندش الحساب الخاص فيك وهني تقدر تشوف البيانات اللي هو رقم البطاقة الإيميل تبي تغيرها الباسورد ونفس الوقت إذا تبي تقطع اشتراك مع نتفلكس تقعد قطعه وفي نهاية الحلقة يا جماعة الخير إن شاء الله الحلقة كانت مفيدة وخفيفة عليكم وحبيت أقول لكم في نفس الوقت إذا أنتوا عندكم مسألة على موقع نتفلكس ترشولنا على الديريكت على حسابنا جيكس بوكس اللي هو على انستجرام وإحنا إن شاء الله بنجاوبكم في حساب السناب شات مالنا فسوونا فولو في وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة هنا طالا عندكم ولا تنسونا سبسكرايب ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا